عقدت شركة الخطوط الجوية اليابانية جال شراكة مع دلتا ايرلاينز يترتب عليها انضمام النقل اليابانية الى تحالف سكاي تيم الجوي وانسح بها من منافسه الرئيس تحالف وان وورد وذكرت مصادر صحفية يابانية ان شركة الخطوط الجوية اليابانية جال ودلتا ايرلاينز تعتزمان اتمام عملية الانتقال بحلول ابريل 2011 اعلنت الخطوط الجوية اليابانية المتعثرة انها توصلت الى اتفاق شراكة مع شركة دلتا ايرلاينز الامريكية تنضم بمقتضاء الى تحالف جوي يحقق لها مزايا مالية تساعدها على تخطي ازماتها الطاحنة وقال صحيفة يوميوري ان الخطوط الجوية اليابانية ودلتا ايرلاينز اتفق على صفقة التحالف خلال محادثات جرت في توكيو وتعتزمان اتمام عملية الانتقال بحلول ابريل 2011 ومن المرجح ان يتم توقع الاتفاق النهائي بحلول ابريل القادم والذي تنتقل بمجبه الشركة اليابانية الى تحالف سكايتام الذي يضم ايضا ايرلاينز وتدرك الخطوط الجوية اليابانية بمجب هذا الاتفاق ايضا تحالف وانووليد المنافس تقديرات المؤسسة الحكومية اليابانية ترجح ان يساعد التحالف الجديد الشركة المتعثرة حيث يتيح تحالف الخطوط اليابانية مع دلتا ايرلاينز تحصيل مزايا سنوية تصل الى اكثر من 17 مليار ين او ما يعادل 189 مليون دولار اي ثلاثة اضعاف ما يمكن ان تحصله من التحالف مع شركة امريكية اخرى وهي امريكا ايرلاينز التي بدورها تخطب ود الناقل اليابانية وتسعى الشركات الامريكية الى الاتثمار في الخطوط الجوية اليابانية على امل الفوز بخطوط رحلات الى الاسواق الاسيوية سريعة النمو والحصول على موطي قدم اقوى في السوق اليابانية ثريع ومن المتوقع ان تواصل الناقل اليابانية مفاوضاتها مع دلتا ايرلاينز بشأن حجم الاتثمارات المشتركة بين الجانبين ومن المنتظر ان تتقدم الشركتان الامريكيتان بطلب الى الحكومة الفيدرالية الامريكية لاعفائهما من قواعد مكافحة الاحتكار وذلك بحلول منتصف فبراير المقبل اشتركوا في القناة